بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مصرفين وكم أرسلنا من نبيهم في الأورانين وما يأتيهم من نبيهم إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشجد منهم بقشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشجد منهم بقشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماء وأرتوى الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدر وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتلون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة أيتاك كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ومن كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لنقنبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بناته وأصفأكم بالبنئين وإذا مشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مصودا وهو كظيم ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسفون بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمةه وإنا على آفالهم مهددون بل قالوا إنا أباءنا على أمةه وإنا على آفالهم مهددون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا إنا أباءنا على أمةه وإنا على آفالهم مهددون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا إنا أباءنا على أمةه وإنا على آفالهم مهددون قالوا أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آماءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقرنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدئين وجعلنا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقصمون رحمة ربك نحن قصرنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القليل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تصنع الصم أو تهدي العمي ومن كان في الضلال مبين فإما نذهبن بك فإما منهم منتقمون أو درينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك بالرسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليسي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أم ألا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكان يبينين فلأولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتنين فاستخف قومهم فأطاعروه إنهم كانوا قوما فلسفين فلما آسفون انتقلنا منهم فأغرقناهم أجبعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فلما ضرب ابن مريم مفلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مفدا لبني إسرائيل ولو نشانا لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبينين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبينن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبروه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها أمل تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ما كفرون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرهم فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخضوا ويلعموا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وعلم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأما يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا